اشتركوا في القناة قبل ما نبتدي موديل النهاردة حابا اقولكم اننا اشتغلنا على القناة موديلات مختلفة من البلوزات اذا ما شفتهاش معايا او بتتبعيني لاول مرة هسيب اللينك الرئيسي اسفل الفيديو في الدسكريبشن بوكس تقدري تدخلي على الصفحة الرئيسية والتبعي كل الموديلات اما دلوقتي يلا بينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق مع بعض اللي هستخدمها انا هستخدم خيوط كريستال بالالوان اللي احنا شايفانها وطبعا انت هتستخدمي الخمات المتوفرة عندك تقدري تشتغلي معايا نفس الموديل بالخيوط الصوف وتستخدميها في فصل الشتاء او بالخيوط القطنو هتستخدميها في فصل الصيف هستخدم ابرة رقم 3 مليمتر وانت لو اشتغلت من خيوط صوف بتبقى سميكة شوية ممكن تشتغلي برقم 4 هحتاج لابرة التنظيف المقص اي ماركر او دبابيس عشان نعلم اثناء الشغل وكمان لوحدة قياس بالسنتيمتر علشان ناخد المقاس عليها اللي بنبتدي عليه البلوزة بتاعتنا هو مقاس محيط الارداف واي مقاس بتعمليه سواء كان كبير او صغير بنفس الطريقة كده بتلف بالمزورة حوالين منطقة الاجناب بالشكل ده وما تحاوليش ان انت تضياء المقاس لأ بتغضيه على راحته كده والمقاس اللي بيتل عندنا في نهاية الدايرة ده هو المقاس اللي بنقسمه على اثنين ونبتدي الشغل عليه حاب اقولك اذا بتعمليه بمقاس نسائي يعني من مقاسات اللارج والمقاسات اللي اكبر من كده اذا منطقة البطن اعلى من منطقة الاجناب بناخد منطقة البطن بدل الاجناب يعني اذا انا عندي هنا بطن اكبر يبقى انا بلف بالمزورة في اعلى نقطة في الجسم علشان المقاس يزبط معي يبقى انا هنا من مكاني هشتغل على مقاس محيط الارداف وهقسمه على اثنين لاني هشتغل قطعة امامية وقطعة خلفي انا اشتغل المربع هعمل حلقة بداية واخد واحد اثنين واشد طرف الخيط بالشكل ده كده بعد كده هرتفع بخمسة سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة باجي في اول غرزة اشتغلتها من الخمس سلاسل وهدخل فيها بالشكل ده اصحب الخيط واشتغل غرزة منزلقة اطلع من الحلقة اللي على الابرة وابقى كونت لنفسي حلقة صغيرة بالشكل ده كده هرتفع تلاتة سلسلة واحد اثنين تلاتة هاعتبرهم اول عمود بالنسبالي وجوه الدايرة نفسها هلف الابرة واشتغل عمودين بلف ادي العمود الاول اللي هو تلات حلقات بخرج من حلقتين فحلقتين وهقرر كده العمود التين بجانب الارتفاع كاني اشتغلت تلاتة عمود بالزبط هرتفع بسلسلتين واحد اثنين وجوه الدايرة هرجع اشتغل كمان تلاتة عمود بلف بلف الابرة وبدخل من نفس العمود ادي واحد اثنين تلاتة هقرر سلسلتين وهشتغل كمان تلاتة جوه الدايرة ادي واحد اثنين تلاتة اخد سلسلتين وهقرر للمرة الاخيرة جوه الدايرة هشتغل تلاتة عمود بلف واحد اثنين تلاتة بالشكل ده كده انا اشتغلت عبارة عن اربع مجميع كل مجموعة مكونة من تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود سلسلتين وهكذا معايا دلوقتي اربع مجميع كده في النهاية عشان اقفر منزلقة ما نساش اشتغل السلسلتين اللي ما بين كل مجموعة والتانية وهاجي في اول مجموعة على سلاسل الفراغ اللي في البداية او على سلاسل الارتفاع اسفل هنقفل منزلقة وننهي السطر بتاعنا بالشكل ده كده شايفين معايا اصبح معايا اربع مجميع عبارة عن تلاتة عمود سلسلتين بعدين علشان ارتفع على السطر الجديد في اول فراغ معايا بالشكل ده اسفل الابرة على طول هنزل في الفراغ ده اسحب الخيط واشتغل جرزة حشو بالشكل ده كده بعد جرزة الحشو وهاشتغل سلسلتين اب انا ارتفعت باول ارتفاع على السطر الجديد هعتبره بيحل محل اول عمود وجوه نفس الفراغ ده هقرر واشتغل عمودين بلفة مع الارتفاع ادي واحد اتنين بالشكل ده كده واخد سلسلتين وهقرر في الفراغ اللي جاي هاشتغل تلاتة عمود بلفة ادي واحد اتنين تلاتة اخد سلسلتين وهاشتغل في نفس الفراغ كمان تلاتة عمود بلفة يبقى انا في الفراغ الواحد اشتغلت ستة عمدة ما بينهم سلسلتين بالشكل ده كده شايفين على الفراغ اللي جاي هقرر بنفس الطريقة اشتغل تلاتة سلسلتين تلاتة في نفس المكان بلفة الابرة وبدخل اشتغل من نفس العمود حلقتين فحلقتين وهقرر ادي العمود التاني التالت سلسلتين وهاشتغل في نفس المكان كمان تلاتة عمود ادي واحد اتنين وتلاتة بالشكل ده كده هروح على الفراغ اللي جاي مباشرة واشتغل بنفس الطريقة هقرر تلاتة سلسلتين تلاتة في نفس الفراغ اتغلت في الفراغ الواحد تلاتة سلسلتين تلاتة عمود وزي ما انت شايفة مع اول سطر بيبتدي يتكون عندك اضلاع المربع بالشكل احنا شايفينه كده انا وصلت على النهاية بتاعتي والمفترض انه على البداية بيبقى عبارة عن ركن زي الاركان اللي اشتغلناها فاحنا في بداية السطر اشتغلنا تلاتة عمود اوكي اللي هما الارتفاعوا عمودين كانوا بداية السطر بتاعي دايما في النهاية بكمل الركن الاخير دوت وهاشتغل تلاتة بجانب التلاتة اللي اشتغلتهم على بداية السطر عشان اكون الركن الرابع فانا من مكاني هنا هو بعدما اشتغلت في الفراغ السابق هاشتغل تلاتة عمود في نفس المكان اللي بدأت منه السطر بتاعي بالشكل ده كده واحد اتنين تلاتة بالشكل ده أصبح عندي ركن مكون من تلاتة عمود وتلاتة عمود ومنساش إن فيما بينهم سلسلتين يبقى هرتفع بسلسلتين كده وهروح على بداية المجموعة اللي على أول السطر في سلاسل الارتفاع أدخل جوه الغرزة أو جوه سلاسل الارتفاع ثالث سلسلة بالشكل ده واقف الغرزة منظلة دايما انت شايفة كده اتكون عندي المربع بأربع أطلاع كاملين عبارة عن أركان ما بين كل ركن والتاني فيه فراغ وكيه للناس المبتدئة اللي ممكن تتلغبط ممكن قوي أن ننسي تعلمي منتصف الكورنرز أو الأركان بالشكل ده ودايما الركن الرابع بيبقى واضح لإنه بيبقى على بداية السطر يبقى أنا حطيتلي نفسي ماركات كده علشان الناس المبتدئة هما دول الأركان بتوعي اللي دايما هشتغل فيهم بنفس الطريقة باشتغل ايه؟ تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود أما الفراغات اللي بتزهر ما بين كل ركن والتاني بنشتغل فيهم تلاتة عمود فقط وكيه زي ما هنبتدي مع بعض كده أنا كده على نهاية السطر بعد المنزلقة علشان أرتفع على سطر جديد شايفين الفراغ اللي أسفل الإبرة على طول واللي يعتبر الركن الأول بالشكل ده كده هنزل في الفراغ أسحب الخيط وهشتغل جرزة حشو حلقتين وبخرج منهم دلشكل ده وهرتفع سلسلتين هعتبر إن ده ارتفاع للعمود الأول يبقى أنا محتاجة أشتغل في نفس الفراغ كمان عمودين بلف بلف الإبرة وبدخل تلات حلقات وبخرج من حلقتين فحلقتين وهقرر بالشكل ده كده يبقى أنا اشتغلت ارتفاع وعمودين في أول ركن الركن ده دايماً بنيجي على نهاية السطر هنا ونشتغل التلاتة البقين والسلسلتين ونقفل منزلقة يبقى أنا بشتغل بس منتصف الركن بالشكل ده ولما بوصل على نهاية السطر بكمل التلاتة البقين على الفراغ اللي ما بين الركن والركن هاخد سلسلتين بالشكل ده كده وهروح على الفراغ أشتغل تلاتة عمود أدي واحد اتنين تلاتة طبعاً من نفس العمود اللي هو حلقتين فحلقتين بالشكل ده كده اشتغلت المجموعة بتاعتي هاخد سلسلتين وهروح على الركن الركن اللي هيقابلني هشتغل بازاي هشتغل تلاتة سلسلتين تلاتة ودايماً في مكان الركن هشتغل بالنفس الطريقة كده أخدت سلسلتين هروح على الركن مباشرةً أشتغل تلاتة عمود ادي واحد اتنين تلاتة اخد سلسلتين وفي نفس المكان هشتغل كمان تلاتة عمود بالشكل ده كده اشتغلت الركن زي ما احنا شايفين كده هاخد سلسلتين وطبعا منساش ان انا هشيل المارك من العلامة التحت وهحطها في منتصف الركن الجديد علشان على السطر اللي جاي هشتغل هنا برضو ركن يبقى على الفراغ اللي ما بين الاركان اشتغل ازاي اخدت سلسلتين وهشتغل بس مجموعة مكونة من 3 عمود بلف ادي 1 2 3 اخد سلسلتين ووصلت للركن هشتغل ركن عبارة عن 3 عمود سلسلتين 3 عمود ادي 1 2 3 اخد سلسلتين فراغ وفي نفس المكان هشتغل كمان 3 عمود ادي 1 2 3 وطبعا هارجع احط المارك بتاعي مرة تانية علشان اعرف مكان الركن وما تلغبتش شايفين هنلاحظ على السطر ده انه ما بين كل ركن والتاني زاد فراغ شايفين كان فراغ واحد على السطر السابق اهو بقى على السطر دوت عبارة عن فراغين وكل سطر هترتفعيه بنفس الطريقة على كل دلع هيزيد فراغ على الاربع اضلع وبالتالي يجبر المربع معينه يبقى احنا هنشتغل بنفس الطريقة كده على الفراغات اللي ما بين الاركان بنشتغل 3 عمودة سلسلتين لكن في الركن بنشتغل بطريقة الركن اللي هم 3 سلسلتين 3 زي ما شوفش معايا ده كده الفراغ اللي ما بين الاركان فهشتغل فيه 3 عمودة بالشكل ده كده اخد سلسلتين وهروح على الركن اشتغل مكان الركن 3 سلسلتين 3 في نفس المكان بالشكل ده كده معايا اشتغلت بنفس الطريقة على الكورنر 3 سلسلتين 3 بالشكل ده كده اللي هتلاحظيه على الدلع الجديد انه عدد الفراغات زاد معاكي يعني على السطر السابق كان فيه فراغين بس اهم على السطر ده ما بين الكورنر والكورنر زاد فراغ واصبحوا 3 فراغات على كل سطر بترتفعيه بنفس الطريقة كده على كل دلع هتلاحي فراغ بيزيد اوتوماتيك وكل اللي انت بتعمليه انه في كل فراغ من الفراغات دي بنشتغل 3 عمودة سلسلتين فقط في الاركان بنشتغل بورزة مضاعفة عبارة عن 3 عمود سلسلتين 3 عمود في نفس المكان بنرتفع بالسطور بنفس الطريقة كده ولحد مقاس المربع اللي انت محتاجه تفعت على المربع زي ما احنا شايفين كده كل ما بترتفعي بالسطور كل ما الفراغات اللي ما بين كل ركن والتاني بيزيدوا بالتالي المربع بيكبر معاك كل اللي انت بتعمليه انه فيه كل ركن بتشتغلي غورزة مضاعفة اللي هي 3 سلسلتين 3 لكن في كل فراغ بيقابلنا بنشتغل 3 سلسلتين وهكذا انا كده على نهاية لما بتوصلي على مقاسك المطلوب من المربع اللي انت محتاجه بالشكل ده كده شايفين وصلت على نهاية الركن الاخير ودايما الركن ده بنكمله لما بنوصل على النهاية بالشكل ده بنبقى اشتغلنا جواه 3 عمود سلسلتين اللي هم بداية السطر ولما بنوصل على النهاية هنا بنكمل الركن الاخير عشان نكمله في نفس المكان بنشتغل 3 عمود ادي واحد اتنين تلاتة بالشكل ده كده وناخد السلسلتين وفيه سلاسل الارتفاع اللي على البداية اللي هم بيحلوا محل اول عمود من التلاتة التانين بالشكل ده كده هنقفل غورزة منزلقة نخرج من الحلقة اللي على الابرة ونبقى كونا الركن الاخير انتهى معايا المربع وبالتالي لما بوصل على المربع او على المقاس اللي انا محتاجه من المربع بنهي الشغل بتاعي وهفصل الخيط انتهى معايا المربع بالشكل احنا شايفينه طبعا للبلوزة الواحدة بنحتاج مربعين بنفس القياس وبنفس طول الضلع واحد للامام وواحد للخلف طيب بنرتفع على المربع ده على اساس ايه؟ على اساس انه طول الضلع للمربع يوصل معايا لنص مقاس محيط الارداف فيصبح المربعين معايا بالشكل ده كده يبقى محيط الدوران الارداف اللي انا اخدته وراء قدام بالشكل ده كده يبقى طول الضلع المربع الواحد عبارة عن نص طول محيط الارداف اللي انا بشتغل عليه او الاياس بتاعي انا كده اشتغلته المربعين وهنبتدي نوصلهم ببعض علشان نوصلهم هنخلي ده المربع هو للخارج شايفين؟ ده كده ده ده المربع هحطه بالشكل ده كده يبقى وش المربع الاول ليه ده وش الشوغل اما المربع اللي فوق هحطه بالعكس هحطه دهر الشوغل وهو اللي ليه شايفين؟ ده ده دهر المربع التاني اصبح دلوقتي ان انا عندي المربعين اللي باين من عندي هو الظهر المربعات بالشكل ده كده انا باشتغل على ظهر القطعة طبعا كل الاضلاع ادي بعض فانا هشتغل من اي ضلع مفيش اي مشكلة بعد ما بحط المربعات بالشكل ده كده على بعض باجي بقى اخد مقاسات الباط اللي هشتغل عليه يفضل على الموديل ده اني ماخدش الباط يعني بشكل مزبوط لكن يفترض انه يبقى اوسع شوية يعني لحد منطقة الكورساج او منطقة اسفل الصدر فانا من مكاني هنا هوت كده يعني هايز بالمزورة مسافة هي مسافة الباط وهحط النفسي علامة بالشكل ده كده وده هيبقى في الاتجاهين واتأكد انه المقاسات اللي باخدها هي مقاسات واحدة علشان القطعة تكون مزبوطة معي اخدت علامات الباط المناسب بالنسبالي وزي ما قلتلك لازم تتأكدي انه الفراغات وراء وقدام اللي بتغذيها بتغذيها بشكل متطابق زي ما انت شايفة انا سبت واحد اتنين ثلاث فراغات وفي الفراغ الرابع حطيت المارك وده حصل على الاتجاهين اه بعد كده هنيجي هنا هوت في الجوانب من بعد المارك على طول هنقفل الجوانب لحد نهاية البلوزة هنعمل كده ازاي بابرة التنظيف بنلدم من نفس اللون هنيجي اسفل المارك من اي اتجاه طبعا بالشكل دا كده شايفين انا حطة في الفراغ المارك اللي معلملي علامة الباط وهاجي كده من اول عمود شايفين من اول عمود اخد العمود الاول جرزة العمود الاول وطبعا ورا في نفس الغرزة اللي هي غرزة الجراني هاخد منها العمود الاول ايضا بالشكل دا كده وهخيط خياطة عادية خالص وطبعا هسيب جزء من الخيط بتاعي بالشكل ده على شعر ابقى اخفيه في نهاية الشرع هبتدي دلوقتي اشتغل بشكل طبيعي خالص اخد غرزة امامية وغرزة خلفية بالشكل ده وهاشتغل خياطة لف كده ولحد دمنتهي من تقفيل القطعة كلها لحد اخر البلوزة بالشكل ده معايا من اول المارك والحد نهاية البلوزة انا وصلت على نهاية الدلع بنفس الطريقة كده اخر غرزة في الكورنر والغرزة المقابلة ليها بالشكل ده كده وتأكد انه التقفيل بتاعي بشكل مستقيم بالشكل ده اخد كمان غرزة بالشكل ده كده وبعدين اما بفصل الخيط وبسيب منه جزء وببقى اخفيه مع نهاية الشغل او بالمرة كده وانا شغالة هرجع اخفيه في الغرز بتاعتي بالشكل ده بدخله شوية في الغرز راجع بالشكل ده كده وهتخلص من زوائد الخيط زي ما انت شايفة كده انا وصلت الاتجاهين واصبحت القطعة معايا بالشكل ده شايفة في الاتجاه الصحيح بيبقى الوصل بتاعك شكل نظيف بالشكل ده كده انا كده على ضهر الشغل شايفة معايا القطعة هتبقى مفتوحة من فوق الماركات بالشكل ده كده وانا دلوقتي هوصل الخيط واشتغل داير ما يدور القطعة كلها بجرزة الجراني اللي اشتغلناها على المربع يبقى هاجي من نفس فراغ المارك بالشكل ده كده وهوصل الخيط بتاعي طبعا من اي اتجاه الاتجاه اللي تحبين هاجي في الفراغ بالشكل ده كده شايفة هسحب الخيط بشكل طبيعي من جوه الفراغ نفسه شايفة الفراغ ده هو اللي بدأنا عن عنده وصل باقي البلوزة لتحت بالشكل ده كده من عند نفس الفراغ بتاع المارك ده هرتفع تلاتة سلسلة هاعتبارهم اول عمود وهاشتغل بغرزة الجراني اللي كنت باشتغلها العادية على المربع اللي هما تلاتة عمود سلسلتين بجانب الارتفاع في نفس الفراغ هاشتغل كمان عمودين ادي واحد اتنين بالشكل ده كده وبعدين هاخد سلسلتين وهروح على الفراغ اللي جاي اشتغل بنفس الطريقة تلاتة عمود سلسلتين واحد اتنين تلاتة سلسلتين وهكرر على كل فراغ هيقابلني اشتغل بنفس الطريقة فقط لما هوصل على الركن شايفة معي هوصل على الركن اللي جاي ده بعد الفراغ اللي جاي فيه ركن اهو هاشتغل فيه ركن جديد اللي هما تلاتة سلسلتين تلاتة يعني باشتغل بنفس طريقة المربع بشكل طبيعي بالشكل ده كده فمعي من اول المارك اشتغلت تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود سلسلتين بغرزة الجراني اللي هي غرزة المربع ولما وصلت لي الكورنر اللي فوق بالشكل ده كده اشتغلت كورنر جديد تلاتة عمود سلسلتين تلاتة في نفس المكان بعد الكورنر باشتغل بشكل طبيعي شايفين انا كده اشتغلت على منطقة الكوم وهبتدي اشتغل بشكل طبيعي على طول الدلع لحد ما وصل على الكورنر اللي في اتجاه التاني من مكاني هنا ووت بعد الكورنر هشتغل سلسلتين وعلى كل فراغ هيقابلني على طول الدلع هشتغل تلاتة عمود سلسلتين وانتقل من فراغ لفراغ لحد نهاية الدلع شايفة معي اشتغلت على طول الدلع بالشكل ده كده وصلت لي الكورنر اللي في اتجاه التاني على الكورنر هشتغل كورنر بشكل طبيعي اشتغلت جوة الكورنر تلاتة عمود سلسلتين واخد كمان تلاتة عمود في نفس الغرزة ادي واحد اتنين تلاتة بالشكل ده كده وبعدين بعد ما اشتغلت الكورنر اللي في نهاية الدلع بالشكل ده كده اشتغلت الكورنر اهو هنزل على الكوم اللي في اتجاه التاني هنزل على غرز الكوم اللي في اتجاه التاني ووصولا لحد ماوصل على المارك بنفس الشكل اللي انا اشتغلت بيه في الاتجاه الاول يبقى من ما كاني هنا بعد ما اشتغلت الكورنر بشكل طبيعي بقى سلسلتين وعلى كل فراغ هيقابلني 3 عمود سلسلتين هادي 1 2 3 سلسلتين وبنفس الطريقة كده على الفراغ اللي جاي 3 عمود سلسلتين والحد المارك شايفين نزلت على القوم وصلت على المارك اشتغلت في فراغ المارك بنفس الطريقة 3 عمود سلسلتين دلوقتي انا هنتقل لخلف الشغل شايفين من الغرزة اللي في المارك ده لنفس الغرزة اللي ماسكها المارك فيه الاتجاه الخلفي لاني هلف بالسطر لحد ما وصل على البداية بتاعتي مرة تانية اشتغل في الخلف نفس السطر اللي انا اشتغلته على الامام بالشكل ده يبقى من مكاني هنا كده فيه اخر غرزة على فراغ المارك شايفين ده المارك ماسك غرزة او فراغ وراء وفراغ قدام انا اشتغلت في الفراغ اللي قدام بالشكل ده 3 عمود سلسلتين وهنتقل على الفراغ اللي في نفس المارك على الاتجاه الخلفي فيه دهر البلوزة اخد كمان 3 عمود سلسلتين بشكل طبيعي خالص وهلف بالسطر بالشكل ده كده سلسلتين انتقل على الفراغ اللي بعد كده بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها من بداية السطر 3 عمود سلسلتين على كل فراغ لكن فقط لما هوصل على الكورنر او الركن ده هشتغل غرزة مضاعفة تلاتة سلسلتين تلاتة في نفس المكان وهلف بالسطر في كل فراغ تلاتة عمود سلسلتين لحد اما بوصل على الكورنر ده اشتغل كورنر وهشتغل بشكل طبيعي وصولا الى بداية الشغل بتاعي او بداية السطر اللي ابتدناه من عند اول مارك شايفة معي لفيت بالسطر اهو وصلت على البداية بتاعتي مرة تانية انا كده وصلت للمارك اللي بدأت من عنده السطر بالشكل ده كده شايفين في الفراغ بتاع المارك نفسه اهو هشتغل اخر غرزة اخدت سلسلتين بعد اخر مجموعة اشتغلتها وهشتغل بشكل طبيعي تلاتة عمود في فراغ المارك ادي واحد اتنين تلاتة بالشكل ده كده شايفة وصلت للبداية بتاعتي مرة تانية اللي هي الغرزة اللي مسكها نفس المارك في الاتجاه الاماني بالشكل ده وانا كنت اشتغلت جوا الغرزة بالشكل طبيعي اهو شايفين عشان اقفل منزلقة بقى اهو عشان اقفل السطر بشكل سليم منساش اني بعد كل مجموعة باخد سلسلتين ارتفعت السلسلتين كده اروح على اول سلاسل ارتفاع على البداية شايفين في بداية الغرزة بالشكل ده كده على السلسلة التالتة اخد غرزة منزلقة واخرج من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده اهو هاخد سلسلت تأمين وارفع الخيط واقص نفس معي انا رجعت قلبت القطع على وشها مرة تانية بالسطر اللي احنا اشتغلناه ده اتكونت عندي حردة الباط في نفس الوقت اتوصل الباط وراء وقدام بغرزة الجراني اللي هي غرزة المربع بدل ما كانت موصولة به المارك اه واصبحت القطع معي بالشكل ده قبل ما نوصل خط الاكتاف ببعضها وراء وقدام هنشتغل بشكل منفصل بغرزة الحشو اه سطرين تلاتة اه ده هنشتغله بشكل منفصل على القطع الامامية والقطعة الخلفية عشان اعمل كده هاجي في الكورنر وهوصل الخيط بتاعي في مكان الغرزة شايفين انا مش هدخل في الفراغ اللي في منتصف الكورنر ولكن انا هدخل في مكان الغرزة اصحب الخيط بالشكل ده كده وهي هرتفع سلسلة واحدة هعتبرها اول سلسلة بالنسبة لي على السطر وهامشي على السطر كله والحد نهاية الدلعة الامامي ده من اول ما بدأت الحد النهاية بغرزة الحشو وغرزة فوق كل غرزة في المكان الصحيح للغرزة بالشكل ده حلقتين الغرزة اهو بدخل اصحب الخيط معايا حلقتين بخرج منه وهقرر على كل غرزة بتقابلني بالشكل ده كده سواء على غرزة الجراني اللي هم التلاتة اعمدة اهم او لما بوصل للفراغ في نفس الطريقة كده على الفراغ ده فيه سلسلتين هحاول اشتغل بشكل سليم على السلسلتين ادي السلسلة الاولى وهخش فيه السلسلة التانية بنفس الطريقة كده اخد الغرزة التانية بالشكل ده كده وهقرر على كل غرزة هتقابلني بنفس الطريقة والحد نهاية الدلعة شايفين وصلت ليه النهاية في نهاية السطر هاخد سلسلة ارتفاع الف الشجل بتاعي وهرجع بالسطر من جديد اصبح عندي جرزة حشو منتظمة هشتغل في كل غرزة هتقابلني جرزة حشو لحد النهاية مرة تانية بالشكل ده كده شايفة معي ارتفعت بتلت سطور من جرزة الحشو رايح جاي الكلام ده عملت ورا وقدام يعني على القطع الخلفية برضو وصلت الخيط من الكورنر للكورنر واشتغلت نفس التلت سطور بنفس الطريقة في المرحلة دي كده بنبتدي ناخد علامات لنفسنا على منطقة الرقبة اه وعلى البطرون ده يفضل انه منطقة الرقبة تبقى واسعة لانها بتبقى زي السبرينا كده اه اخدت علاماتي بالشكل ده كده هوت هقلب القطع على دهرها عشان ابتدي اوصل خط الكتر البلوزة ومن المكان اللي انا وقث فيه على نهاية السطر بالشكل ده اه اللي هو اخر سطر ورزة حشو اشتغلتها هحط القطعتين القطع الامامية والخلفية بالشكل ده على بعض وي اه هوصلهم اه من مكان مرة موجودة هاخد الغرزة الامامية اللي في الكوردر في الاتجاه التاني بالشكل ده كده واشتغل غرزة منزلقة اسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده واشتغل بنفس الطريقة على كل غرزة لحد المارك اللي هو علامة الرقب على الاياس اللي باشتغله اه بدخل فيه الغرزة اللي جاية بالشكل ده والغرزة المقابلة لها في الاتجاه التاني واسحب الخيط وهخرج بغرزة منزلقة من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده كده وهقرر غرزة امامية وغرزة خلفية وباشتغل منزلقة وبنفس الطريقة كده والحد موصل خط الكتفي كله لحد المارك وصلت على اخر غرزة قبل المارك بالشكل ده كده هشتغل فيه الغرزتين اخر غرزة منزلقة اخد سلسلة تأمين وهرفع الخيط وهوز زي ما انت شايفة كده اتوصل الخط الكتفي ببعضه ده كده احنا على خلف البلوزة لكن على امام البلوزة اصبحت بالشكل احنا شايفينه كده تقفل هنزيف قدلي وصلت معي خطوط الاكتاف واصبحت معي بالشكل احنا شايفينه كده دلوقتي هشتغل على منطقة القم هلف داير ما يدور بغرزة الحشو وبرضو هرتفع زي ما ارتفعت على الرقبة كده بس هرتفع اربع سطور بالشكل ده كده هاجي من اسفل الباط على اي غرزة او اي فراغ وهسحب حلقة بداية جديدة بالشكل ده كده وهرتفع سلسلة واحدة وجو الفراغ ده نفسه هشتغل كمان ورزة حشو بالشكل ده كده وبعدين لما تقابلني ورزة الجراني هشتغل فوق الثلاثة اعمدة بتوعها ثلاث غرز منفصلين ادي على العمود الاول طبعا من نفس غرزة الحشو اللي هي حلقتين وبنطلع منها على العمود الثالث بالشكل ده كده اشتغلت فوق غرزة الجراني هيقابلني فراغ جوه الفراغ ده باشتغل غرزتين في المكان الواحد ادي واحد اتنين وهقرر على غرزة الجراني ثلاث عوامين هشتغلهم ثلاث غرز حشو فوق العمود اللي في النصة اهو فوق العمود الاخير وبعدين على الفراغ هدخل اشتغل جوه الفراغ غرزتين حشو واحد اتنين وهقرروا بنفس الطريقة لحد ما وصل للبداية بتاعتي مرة تانية بداير ميدور الكمو كله بغرزة الحشو وصلت على البداية بتاعتي مرة تانية في اول غرزة حشو اشتغلتها هدخل اقفل منزلقة بالشكل ده كده وبعد كده هرتفع بنفس الطريقة سلسلة واحدة هعتبرها بتحل محل اول غرزة وهلف بالسطر مرة تانية على كل غرزة هتقابلني بشتغل غرزة حشو لحد البداية بتاعتي مرة تانية هترتفع بنفس الطريقة كده بتيجي في نهاية السطر تقفلي منزلقة في سلسلة الارتفاع وتلف بالسطر من جديد اه انا هلف باربع سطور ونرجع نشوف الخطوة اللي بعد كده كيفة معي ارتفعت بالاربع سطور وبعدين اخدت في المنزلقة سلسلة تأمين وفصلت الخيط بنفس الطريقة دي كده هنلف على القم التاني وهنلف على اطار البلوزة بنفس الاربع سطور طبعا لو حابة تعرضي اطار البلوزة عن الاربع سطور مفيش اي مشكلة انا هشتغل على القم وعلى الاطار بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها هنا كده ونرجع نشوف الخطوة اللي بعدك بعد ما انتهينا من الاطارات بالشكل ده كده كمرحلة اخيرة بنبتدي نوضم زوائد الخيط كلها في ابرة التنظيف بالشكل ده كده وعلى ضهر القطعة بندخلها في الغرز بتاعتنا شوية بسراجة عادية بالشكل ده كده وبعدين بنتخلص من زوائد الخيط انتهت معايا البلوزة واصبحت بالشكل اللي احنا شايفين وكده بجد من الموديلات السهلة والبسيطة اللي ممكن تشتغليها وبتبقى حلوة في اللبس اتمنى تجربيها معايا ويا ريت كل الاستفادة النهاردة ماينساش يعملي لايك واذا بتتبعوني او بتشوفوني لأول مرة وحبين تكونوا معايا على القناة ما تنسوش تعملولي سابسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديدي على قناة كولكشن وفعلوا شارة الجرز يوصلكم كل جديد اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة